تعالوا بقى حضراتنا نتكلم شوي عن هذا الملك الشائك واللي كتير جدا مننا كان مستني ومتعشم وبيعول على مارك كلاتنبرج عنه هو هيزبط ويعدل المايلة إنجاز التعبير طبعا من مبارح بالليل يعني كل أحاديث كل المهتمين بكرة القدم المصرية كانت بتدور حول استقالة الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم النهاردة اتحاد الكورة هيعمل اجتماع طارق للبت فيه أمر هذه الاستقالة لكن كمان كان فيه بيان رسمي مبارح للتحاد الكورة أكد من خلاله على ثقته في لجنة الحكام اللي هتستمر في عملها بشكل طبيعي جدا بقيادة الأستاذ محمد فاروق نائب رئيس اللجنة طبعا هيكون قائما بأعمال رئيس اللجنة يعني حيتولى تعينات الحكام في الفترة المقبلة وبشكل مؤقت ويباشر جميع مهام كلاتنبرج طبعا بالمناسبة المدة اللي أضاها كلاتنبرج في رئاسة هذه اللجنة لم تتعدى 172 يوم يعني ابتدى من يوم 5 أغسطس الماضي 172 يوم فمن زاوية معينة رؤية الأمور ممكن يتقال إن الراجل ماستحملش كمية العبت اللي هو شافه من زاوية تانية وزي عارفة ما يقولك شر البلية وما يضحك أو هم يضحك وهم يبكي زي ما حصل في مصرحية مدرسة أبو شاخبين فاكرا المشهد بتاع سعيد صالح تقريبا ما كان بيكلموا على ربسه ده اللي حينضى في المنطقة التعليمية ناس كتير قوي كانت بصة لكلاتنبرج نفس البصة دي وكان عندهم أمال عريضة إن الأحوال حتنصالح لكن لم تنصالح الأحوال ولم يستمر كلاتنبرج في موقعه فيا ترى إيه اللي حيحصل بقى في الملف ده الفترة الجاية شوف نيجي بقى لكلاتنبرج اللي أنا عملت رخمة في أسرون أول حلق شوف يا كريم سريعا برضو رقم واحد هذا الرجل لو حد حيتحدث هل هو كف أم لا هل لديه من الخبرات أم لا لا هو لديه من الخبرات ما يكفي أو ما يكفي هو كان يعني شارك في تحكيم تكلم عن كاس العالم دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي بصك في كل حاجة كان له بصمة بلاس أنه هو كان بيشتغل في ملف التحكيم ده وراح وكان له بصمات عظيمة وقلنا آخرها كان في اليونان وعمل نقلة نوعية في هذا الملف الملف التحكيمي في دول عديدة لما جي مصر جي بس فيه محترم جدا والناس كتير وحضراتكم يا ما احنا تكلمنا هنا في قناة الأهل ميش باس في عشر صبح في الأهل وعرضنا الس فيه بتاع الراجل وإن هو جاي على أساسه وإن الانتقادات اللي هي كمان وجهت لي وكان هناك العديد من الانتقادات منذ قدومه ويمكن كمان قبل ما يعني يوصل للقاهرة والناس كتيرة كانت ضد أصلا فكرة التحكيم الأجنبي أو فكرة الخبرات الأجنبية والناس كتيرة كانت قيلة أن أنا عايز أستعمل أو عايز أعتمد على التحكيم والخبرات المحلية يعني كانت الأراء بمعنى أصح أو باختصار شديد كانت مختلفة جدا ولكن القصة هنا في نقطتين يا كريم النقطة الأولى وانت تكلمت فيها قبل كده كذا مرة وهي لما انت قلت احنا مش عايزين حد ييجي يعمل لنا إصلاح لمنظومة وتبقى عبر زوم لأن هذا الرجل وده كان مش اللي متقال في الأول إنه هو مفروض كان جاي حيكون متواجد معنا وحيبقى فيه زي ما بيتقال كده حاجة يعني اجتماعات ولقاءات وشغل موجود الرجل موجود جسد وروح مش عبر زوم مش عبر السوشيال ميديا أو غيره فده لم يحقق فهو كان معظم الوقت بيدير هذه المنظومة للأسف الشديد لارتباطه بأمور أخرى وأعمال أخرى ومهام أخرى ومناصب أخرى خارج مصر فهو كان بيدير شوية الموضوع وهو مش متواجد كان عبر زوم وده على فكرة مش حلو بس الحاجة التانية اللي برضو عليه علامات استفاهم وانت برضو ذكرتها سريعا في الخبر قصة هنا ان ما فيش حد بيستحمل يعني ما فيش حد بييجي احنا معلش برضو عشان نتفق أو نختلف بس احنا عندنا مشاكل في التحكيم تاني اللي شايف ان هو الأصلح ان هو يمشي أو الأصلح ان هو يفضل لازم يبقى كلنا متفقين ان احنا عندنا مشكلة في التحكيم في القرى في مصر صح ولا غلط ده أساسي فلما نيجي حد بقى ينكر ده لانا شفت مبارح بعض الردود الأفعال يا كريم حاجة كتدحك يعني انا مش هتكر اسماء طبعا سيجي حد يقول لك على فكرة احنا ما عندناش يعني فشل في التحكيم في مصر ما عندناش فساد في الكرة في مصر ها باخد بالك لا هنا فيه أزمة بقى احنا لا نتهم احد بس واضح كده ان فيه حاجة مش ماشي مزبوط واضح ان فيه حاجة مش ماشي مزبوط فاللي حيجي ينكر ده يبقى عليه علامة استفاهم بصراحة يعني مش معقول كل ما بنجيب حد بيجي عشان يصلح منظومة يقوم هذا الرجل يقول لك اللي مش قادر اكمل طب ايه وبعدين طبعا لسه ما فيش معلومات ثابتة لسه فيه خلفيات كتيرة جدا احنا لا نعلمها البعض يقول لك انه هو تم يعني اهانته بشكل كبير والاتحاد ما دافعش عنه ده برضو غريب يعني انا مفروض بنتامي لهذه المنظومة كيان بينتامي لمنظومة المنظومة دي ازاي ما بتحميهوش في الاول في الاخر غريبة فانا اشعر منين بامن انا احق ييجي ازاي وده رجل اجنابي جاي بخبراته مفروض ان هو بيساعدنا او بيقدم شغل مقابل يعني عائد مادي ازاي ييجي وهان بهذا الشكل ان كان الامر بهذا الشكل او بهذا الامر دي نقطة نقطة التانية جاي قالك لا من كتر الشكاوي اللي بتقدم الراجل خلاص مش قادر وحيقدم استقالته والنهاردة على فكرة فيه اجتماع حيبقى الساعة 12 علشان يناقشوا هذا الامر واتوقع بنسبة كبيرة انه حيتم قبول استقالة كلاتنبرج حيجي يا امين بعد كلاتنبرج الله اعلم يا كريم حيبقى فيه خبرة اجنبية اخرى الله اعلم بس مفروض بس هالخبرة الاجنبية الاخرى وده السؤال حيبقى افضل من كلاتنبرج في ايه وهل حيتم مهاجمته بنفس الطريقة ولا لا وهل حيتم الخوض في يعني مش اقول اعراض ولكن اهنتوا بهذا الشكل مرة تانية ولا لا وهل اتحاد الكرة والقائمين على الكرة المصرية حيدافوا عن اي حد بيوهان بهذا الشكل برضو ولا لا تيكون لها اسئلة ما اش عندي اجابات لها صراحة لما بتكون الامور عبثية بشكل مبالغ فيه وما تفقدي الحد الادنى من المنطق في اي ملف من الملفات عادي جدا ان احنا نوصل لكونكلوجين كده وكأن في حد مستفيد من استمرار العبث في الحياة الرياضية وبتكلم مع حضراتكم بشكل عام مش على وقع بعينها ولا حتى على التحكيم او عن كلاتنبرج تحسوا حضراتكم في كتير من الاحيان وكأن انصلاح الاحوال ده ضد مصلحة البعض من الناس اللي بيعملوا جاهدين على عرقلة عمليات الاصلاح لأسباب لا يعلمها سوى الله وهم لكن احنا في الاخر عايزين يبقى فيه منطق متحقق ما ينفعش بقى احنا معندناش يعني الحد الادنى المطلوب من المنطق لازم يتوفر باختصار شديد والكلام ده على كل الاصعادة وفي كل المستوات في الرياضة وفي غير الرياضة احنا في كتير جدا من الاحيان لما بنستعين بخبرات اجنبية تاني انا بكلم حضراتكم بشكل عام ساعات الخبراء الاجانب لما بيجوا بيشوفوا حجم عبث هم مش متعودين عليه يعني هم عندهم يعني فيه كواليتي معينة للحاجات اللي هم بيبقوا بصدد محاولة اصلاحها لكن لما يبقى الموضوع عبثي بشكل مبالغ فيه بطبيعة الحال كل واحد عايز يحافظ على اسمه عشان النجاحات اللي انت زكرتيها من شوية وعدت يتعدديها لكلاتنبرغ ومش عايز يفقد السبيل محترم ده بفشل مثلا في محاولته لإصلاح منظومة ما ومعرفش يعني يصدحها لأسباب بالكامل خارجة عن إرادته فقم مش عارف عموما اكيد برضو هنرجع وقول كلها ساعات والصورة التاضحة طبعا ما لفظ مهم هنتابعوا مع حضراتكم اكيد هنتابعوا بشكل يعني تفصيلي كمان في الايام اللي جاية وخصوصا كمان هيكون اكيد فيه تغطية على قناة إداة الاهلي لان اجتماع الساعة 12 هيكون البرنامج تاعنا خلص بس اكيد هيكون فيه تغطية في البرامج المختلفة يعني من الزملاءنا العزاء على قناة النادي الاهلي وكمان في المنابر الإعلامية المختلفة يعني ان ده ملف مهم وأعتقدهم منه كلنا